يغرف يوسف مستطاع من قعر الوعاء لينصب يده أعلى مستطاع وهكم من سدل متع المقلتين ببعض من هذا الرحيق المختوم ختامه مسك وفي ذلك يتنافس زبائن وعليهم هؤلاء ينهمر المستهلكون شبان غدروا يمنهم ليستأنفوا موارثوه واستملكوه من خبرة جمع العسل سلكوا سبول التجارة واستقروا بأعمالهم في دبي يشرفنا أنه ننتقل ونتوسع إلى خارج اليمن إلى دول الخليج بشكل عام ونبين للناس أنه قيمة العسل اليمني بالذات أنه هو ما شاء الله له فوائد عديدة عن غير أي عسل غير اليمني فوائد جمة تطفح بتركيبة هذا السائل دواء يخشاه الداء فكيف بطعمه الذي ينسيك الهم ويقلع عن بالك البلاء ولأنه كذلك ينبغي أن يكون صاف مئة في المئة وذلك ضرورة حتمية لكف الغش الذي يتفش في هذا القطاع بعد أن غدت أساليبه حقيقة مثلة في ترويج العسل المغشوش وإنتاجه لا بد أن الجهات الرسمية يكون العسل مفحوص لكي تتميز أن هذا العسل جيد أو لا فأنا أراهن بالعسل اليمني يفحصوا مع أكثر من عسل وإن شاء الله النتيجة لصالح العسل التبع بلدي مش تسكية لها لكن هذا كلام الكبار في السن وكلام التحالي للطبياء اللي حللوها أكثر من دولة كم من شراب ترون قد اختلفت ألوانه وكم من عليل حاضي شفاءه بهذا الشراب لذلك عزيز المشاهد يا من تشتهي ما يدور حوله تقريري الآن عليك بالعسر في كل وقت وعليك بتجاره الذين يبيعونه إياك بيعا صادقا لا ريأ فيه أولئك من تكون سمعتهم صافية كصفاء ما يبيعون السمعة التي يحرص عليها يوسف ويحفظها سامير في منصبهم الصغير هذا حيث تنل ألد ما خرجت به بطون النحل وحيث لا يرد زبون شربة عسل على من جاءه بها وفيه لمن ألم به مرض شفاء وفيه الحلو لمن ازدادت أيامه مرارة هنا السدر هنا السمر والسلام هنا المنتج الذي أنتج بإياد تعشق ما تنتج المنتج الذي طرى به أزبائنا متيمين عشاقة من دبيل اليوم على الحرة ربيع أب حسن اشتركوا في القناة